مرحبا مرة تانية في السلسلة الجبارة اللي ممكن تساعد الجميع في انها تفهم شو اللي عم بصير في ريال انتر فيوز جاسر مصطفى وخلينا نبلش هذه القصة اللي بدي حكي لك اياها اليوم اللي انا مش متذكر اصلا قديش صار رقم القصص اللي حكيت لك اياهم بس بدي اياك تركز منيح وتفهم كيف ممكن انك انت تستفيد من هذه القصص القصة تبعت اليوم مع شركة الشبه حكومية في دولة قطر وكل الكوكب هون بتمنى انه يشتغل معها اه بتمنى انه يشتغل معها اسمع واستهد بالله واسمع للاخر اللي صار انه انا وانا عم بقدم على وظائف في شركة قطر عن طريق تحديدا اللي انتو بتظلكم تحكولي انه موقع مش منيح كان في عندي بوزيشن نازل في هذه الشركة انهم عم بوظفوا لبوزيشن اتوقع كان بروجيكتس دايركتر فقلت خلينا نقدم قدمت راح الموضوع ممكن اسبوع اسبوع ونص ولا في عندي تلفون بيرن مرحبا هاي ها ويكب يا مستر جاصر يتحدث اه ايجاب قدمت راح الموضوع لماذا عمل طريق شركة ؟ هل ترجع اتوقع انى شركة اصبحتك هذا الشركة؟ ما هي شركة اصبحتك ؟ شركة اصبحتك شركة اسم الشركة اللي انا قدمت عليها يعني حتى لو ما قدمت تعتبرني اه قدمت نعم اطبع اصبحتك له عملك قد عدنا إذا سمحت و إتي بأيهم الحنوات عبيت المليون 1.000؟ واحد منهم أني أعمل السيفي حسب فورم اللي هم سيطلبون بعدما أكتبه لهم الحنوات على حسب الفورم اللي هم سيطلبون واحد منهم أكتب لهم التحديد حسب الفورم اللي ويقعد لهم وأخذت الفورم تبعهم وكتبت الإكسپيريينس تبعي على حسب الفورمات اللي هم بدهم إياها ومجموعة من الدكيمانس التانية طلبوا مني جواز سفر طلبوا مني الـ ID تبعي طلبوا مني دفتر عيلي إذا كنت متزوج طلبوا مني شهادة راتب وشهادة توظيف وقدي ضايل في الـ ID يعني هذا عشان تعرف شوي شو بطلبوا منك في الجهات شبه الحكومية اللي دا بدك توظف فيها في دولة قطر وبعدت هدول ورجعت رنات عليه hi how are you just speaking please I want to talk to مش متذكر شو اسمه حكيت له اسمه طبعا يومها قال لي اوكي وحول لي الخط وقلت له please check your email yes i have received your email mr.jasser will gonna get back to you عشان رتب لك interview وراح الموضوع ولا رجعولي المهم بحكم اني انا زلمي actively looking for a job او for new vacancy فكنت عم بخبر طبعا الاصدقاء كلهم اللي حولي في واحد منهم شخص انا بوجه له ألف تحية جدا محترم وحباب صديق لإلي قطري كان شغل مجموعة positions عالية صدقتي فيه اجت عن طريق الدراسة في جامعة قطر لما درست الماستر في الإدارة الهندسية وحكيت له او هو سألني كيف شغلك كنا عم مندردش في الجامعة فحكيت له ان انا تركت شغلي وعم بدور على شغلي جديد وين قدمت ما وين قدمت وعرفت ان هو كان له علاقة بهذه الشركة قبل هيك عن طريق ان هو اصلا كان سي او للشركة سابقا نتخيل قديش جمال القدر اللي خلاني احكي مع هذا الزلم صدفة في الموضوع في هذاك اليوم وفي الماستر صراحة بحكم ان الزلم يكون شاطر وشغيل هم يكون ان شاء الله ان يكون هيك فكانوا حتى الشباب القطريين والمش قطريين من الجنسيات الثانية اللي باشتغل معهم والدكاترا والمهندسين اللي بنتعامل مع بعض كانوا لما يجيهم اي فرصة الها علاقة في مجالي لأنهم يؤمنون بي لأنهم يؤمنون بي كانوا يوصوا انه يس قابلوا جاسر يس احكوا مع جاسر اذا في عندهم بوزيشن لشغل معين جيبوا جاسر يسويه اذا في طلب لشغل معين احكوا مع جاسر يسألوه فيعني بتقدر تحكي فيه اكتف ركومنديشن على جاسر فحكالي سيوت انا كنت السي او السابق لهذه الشركة راح احكي معهم واشوف اذا فعلا بدهم يوظفوا هذا الشغل واذا فعلا تنطبق الشروط الرئيسية عليك فأنا راح خليهم يحكوا معك يجبوك على الانتربيو بس عشان استعجلك الانتربيو وراح الموضوع يمكن قعدنا اكتر من ثلاثة اربع شهور رايح جاي الموضوع لحد ما في يوم قل لي يا زلمي مبارح لسه حكي معي السي او حكالي انه هو بده يحكي معك وهو كان مسافر الفترة الماضية عشان هيك كانت مأجر الانتربيو وحكالي انه يسفي شخص اسمه جاسر ومقدم وانا بدي اقابله هل بتنصحنا انقابله وبما انه السي او السابق عمل ركومنديشن لشخص بالنسبة للسي او الجديد فهذا الشخص اكيد سفه فانا بدي احكي معه وبالفعل رنوا علي وحكولي اندك انتربيو في اليوم الفلاني بصراحة مش فاضي ولك اربع خمس شهور بتلاحق وراهم ياس ما كنتش فاضي كان في عندي اشي كتير مهم منقدر نعمل ريسكات جول ياس عملو لي ريسكات جول وحطناه بوقت مناسب وهذا معناه مش دايما تقبل انك انت تروح الانتربيو اذا انت مش جاهز والشغل الثاني الكتير مهم انه اذا انطلب منك تعبي فورمز عبيهم والشغل الثالث الكتير مهم انتشار وخبر كل الناس انك بتدور على شي معين اذا انت عم بتدور على شغل ولا تستحي والا اخير هي النقاط اللي حكيتهم في النقاط الماضية المهم دخلنا على الانتربيو وعلشان ما انسى قبل ما ندخل على الانتربيو قبل وجهزو الانتربيو رجعوا وبعتولي اكتر من اربعين فورم عبيهم واكتر من اربعين دوكيمنت طلبوهم مني وعبيتهم بالفعل وعملنا الانتربيو وبعتلهم اياهم ودخلنا عن الانتربيو بعدها الاستاذ فلاني الفلاني كان قطري جنسية سي او تبع هذه الشركة الشبه الحكومية وكان في معاه شخص برضو في الانتربيو او شخصيا انا صراحة لناسش وكان البوزيشنز تبعهم بس كانوا بجنسيات اجنبية بداية الانتربيو مرحبا كيف حالك يا جاسر انا اسف انه اتخرنا عليك في هذه الانتربيو كل هذه المدة لكن انا كنت مشغول جدا وكنت خارج البلد وانه اجاني الركومنديشن من السي او السابق فانا متأكد مليون في المية انه عمره ما عمل ولا ركومنديشن واحد طول مدة حياته لأي شخص مين مكان يكون فانا متأكد انك انت على قدر من المسئولية والكفاءة لكن انا بدي اقول معك هذا الانتربيو علشان اتأكد مية في المية من هذا الموضوع واسألك مجموعة من الاسئلين قال له حياك الله جيت على ملعبي فضل وطبعا عشان انا اجهز حالي لهذا الانتربيو قبل ما انا اوصل لموعد الانتربيو لما اقول ان اعمل لك ويلستب هذا الانتربيو في اليوم الفلاني ارجعت طلبة بالايميل او بالتلفون ناس الموضوع انه ارجعوا اذا سمحتوا بعتولي لحتى اقرأوا واتأكد انه ياس هذا الجوب ديسكرابشن اللي انا مقدم عليه طرعا الناسي اصلا اني مقدم اللي مش مقدم على البوزيشن فلما بعتولي ياس انه في هيك ذكريات كذابة والاشواء مشتاقة انه ياس هذا هو البوزيشن اللي انا مقدم عليه لكن لما ارجعت قرأت الانتربيو كمية مهام هائلة وطلوب 20 سنة خبرة الناس قولوا مدام عملوا معي هذا الانتربيو انا معبي 40 دكية منتو في المرة اللي قبلها مليون دكية منتو وبعتلهم السي في وبعتلهم كل وراقي والآي دي يعني البطاقة الشخصية فاكيد طنشوا شوي موضوع 20 سنة خبرة لانه انا ما عندي 20 سنة خبرة انا كل اللي عندي 10 سنين برينجل 10 سنين 9 سنين 8 سنين هادول هم سنوات الخبرة تبعين انكمل شو الاسئلة اللي انسألتها في هذه المقابلة يا سيد جاسر اللي انت عم بتقدم على برويجيكتس داريكتر بصراحة كل الاسئلة عجبتني خلينا نشوف مع بعض اول سؤال او اول طلب طلبني يا حكالي اذا سمحت بلش احكيلي عن حالك وعن خبراتك السابقة والمشاريع اللي اشتغلت فيها مشروع مشروع وكل مشروع من هذه المشاريع احكيلي انت شو عملت فيه لا بشر واحد نين دلاتة اربعة خمس ستة بلا 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 حكيتم عن كل اشي عملت في حياتي العملية وكان السؤال الثاني بصراحة من الاسئلة اللي اتوقع مش سهل يتم الاجابة عليها حتى لو كانت انها صايرة معك بالفعل احكيلي عن سبع مشاكل قوية جدا صارت معك في الشغل في سبع مشاريع مختلفة واحكيلي كيف حلت كل هذه المشاكل والنقطة الثالثة بصراحة كانت اتوقع انها مشكلة لقياس يمكن الاموشنال انتليجنس سكلز الموجودة عندك او ليدرشاب سكلز الموجودة عندك او تيم ليدرشاب سكلز الموجودة عندك احكيلي عن ثلاث مشاكل ما كان يتطلب انه الفريق لازم يوصللك اياك لازم يحلوها لحالهم لانها مشاكل يمكن تكون على مستوى الفريق او يمكن مشاكل تافى او يمكن انت مش فضيلها لكن الفريق وصل لك هذه المشاكل واحكيلي كيف حلت كل واحدة منهم وكم استغرقت وقت السؤال الرابع بتحسه بده يحطك في خانة اليك ويشوف كديش الانستي او الصدق او الشفافية الموجودة عندك وطلب مني احكيلي عن اربع او خمس مشاكل صارت في عدة مشاريع وما قدرت تحلها لحالك واتطريت انك تستعين بافراد فريقك او افراد اخرين لحتى تقدر تحلها وحلت لك اياها والنقطة السادسة كانت بصراحة اتوقع عن مهارات الاقناع اللي ممكن تكون موجودة عندك والنيجوشياشن سكلز بلس الليدرشيب سكلز وحقوق الانسان اذا كان فيه عندك مشروع يتطلب تسليم بشكل ايرجنت وشكل قريب جدا ثاني يوم اعتبره ويتطلب العمل فيه اوبر تايم وبشكل كبير بنفس اليوم او بنفس المدة لتسيل اسبوع والفريق رافض تماما ان يشتغل معك اوبر تايم فكيف ممكن انك انت تتصرف وتقدر تسلم والنقطة اللي بعدها كانت طبعا ريليتيد لهذا الموضوع انه ابو الجواسر طبعا ما حكا لي ابو الجواسر مهندس جاسر نحن دائما فيه عندنا ضغط شغل هائل جدا وهذا يتطلب انه دائما نشتغل اوبر تايم ولا نلتزم بعدد ساعات العمل الفعلية كيف وضعك مع الشغل اوبر تايم هل تقبل ذلك وماذا يتطلب انه انت تقبل انك تعمل اوبر تايم واضح تماما انه موضوع اوبر تايم منتشر جدا في دولة قطر ودول الخليج بشكل كثير كبير لانه المشاريع في دولة قطر تحديدا فاس تراك خاصة هلا قبل كأس العالم والنقطة الثامنة بلش يحكيلي عن متطلبات المشاريع في هذه الشركة حكا لي انه احنا شغلنا هون في هذه الشركة يتطلب في بعض الاحيان انه نحن تنشيات لبروجيكت ستادي وفكرة المشروع تستارت المشروع قبل ما يكون فيه مشروع اصلا وندرس هذه الفكرة المجنونة تبع المشروع وكيف ممكن ننجز هذه المشاريع والمدة الزمنية اللي بنتطلب انه نحتاجها لحتى انجاز المشروع الفريق المطلوب لانجاز المشروع البجت المطلوب لانجاز المشروع مطلوب لحتى يتم انجاز المشروع وكل دراسات المشروع اللي هي المرحلة اللي بنسميها لحتى نوصل لعند الريل إفاليواشن والبروجيك كيستدي والبروجيك بيزنس داكمنت إن أديشن للجو أو نو جو ديزيشن وبعديها بشكل أو بآخر نقنع الستيكهولدرز إنه ياخدوا قرار بدأ في المشروع ويقترعوا بأنه تبويل هذا المشروع هو شيء صحيح ولازم ينعمل أوكي هاي ملاحظة هذا ما كانش سؤالي هلأ حكالي لا تستعجل على رزقك لأنه هذا مش السؤال هذا قدمت السؤال وتقول له طيب قال لي فكيف ممكن معاليك إنك تقدر تقنع الجهات الحكومية المسؤولة عن المشاريع بمختلف توجهات هذه المشاريع وبمختلف توجهات هذه الجهات الحكومية واهتماماتها في ظل عدم إيمانهم بصحة مشروعك أو بقدرة مشروعك إنه يجيب ريتين وإنبستمنت أو يكون مربح أو يكون إله داعي يقول لي كيف ممكن تقنعهم بصراحة هذا كان من الأسئلة اللي جد بدها تفكير عميق وبدها خبرة في هذا الموضوع وبدها خبرة في توجهات الناس في هذه الجهات الحكومية كيف تفكروا وكيف ممكن إنهم يقتنعون وسألني مجموعة من الأسئلة المختلفة الثانية راح أوقف لهن لأنه صراحة صار الفيديو كثير طويل وحكالي إنه يس أنا بأكد لك إنه أنت من الأشخاص أو أنت الشخص الوحيد اللي وصل لهون في الانتربيو وأنا أؤمن بقدراتك وأشكر السيو السابق على إنه عمل ركومنديشن لإلك وأكد لي إنه راح يرفع توصي بإنه يتم توظيف هذا الشخص في هذا البوزيشن وجهز حالك لحتى تشتغل مع أنا وهو إلى آخره وحكالي معانا الشخص الفلان اللي كان في الانتربيو إذا احتجت أي شيء اطلب رقم مني وخليه عندك والإيميل وكل هذه القصص عشان نبدأ نتواصل وبنشوفك إن شاء الله على خير قريبا يمكن البروزيس تأخذ أسبوعين لشهر أقول له أوكي فاين أم فاين سلام وسلام بعد يومين أجالي إيميل نعتدر منك ما رح نقدر نوضفك فإنه أنا I was like shocked يعني كيف يعني ما رح نقدر نوضفك لسا كان السيئو اللي موجود في الشركة ظن فيه قصائد شعر يعني كيف ما رح تقدروا توضفوني بعدت لهم إيميل إنه هيك 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 صار إنه I was under the impression إنه I was approved و I passed the interview May I know the circumstances اللي صارت لحتى يتم رفض الابليكيشن تبعي بعتوا لي إنه apologies وإحنا نعتذر من عطوفتك لكن للأسف الهاير مانجمنت في الجهة الشبه الحكومية والجهة الحكومية اللي إلها علاقة في الموضوع أصروا على موضوع العشرين سنة خبرة أنا I was like إنه مبين علي عندي عشرين سنة خبرة مبين علي عمري ثلاثة واربين سنة يا جماعة قولي في الكومنتس إذا مبين علي عمري ثلاثة واربين سنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة